من جديد أهلا ومرحبا بكم مشاهدين الكرام في هذه الحلقة من برنامج ضيف اليوم من العاصمة الأردنية عمان والتي نصطدف فيها رئيس المنظمة العربية الأستاذ المحامي عبد الكريم الشريد أهلا وسهلا بكم سيدي سيدي ننتقل الآن إلى موضوع أو الحديث عن موضوع الحراك في الشارع العربي هل يوجد حراك حقيقي في الشارع العربي أم هو مجرد عراك بين ناشطين يا سيدي حراك بالوطن العربي تم تلويثه بصراء والتلويث كان نتيجة التدخلات المختلفة وسواء المالية أو من بعض الدول اللي إلها هيمنتها على الأمة وإلها مصالح بأن تبقى الأمة العربية بتحت وضع إدها نتيجة الرغبة في الاستمرار في امتصاص خيرات الأمة العربية والضغط على القيادات العربية كي تبقى مسيطر عليها من أجل هؤلاء المصالح الغربية أنا أنا أعتقد بأن العالم العربي بمجملي هو حطب مرحلة حطب مرحلة للقوة الغرب وبالذات الوليات المتحدة الأمريكية وبريطانيا منه أول إشي هم الآن مشغلين كل مصانحهم بالأسلحة ولعلك تتذكر إذا عدنا للوراء بأنه كيف أنه ما في مصداقية لدائر الأمريكان في التعامل السياسي إذا عدت بذاكرتك إلى الحرب العراقية الإيرانية وقضية إيران وجدنا بأنه الأمريكان كانوا يدعم العراقيين وبنفس الوقت يعقدون لبيع صفقات أسلحة مع الإيرانيين هم بالمحصلة لهم مصلحة بتقسيم هذه الأمة بتفتيت هذه الأمة من أجل تحويلها إلى دويلات صغيرة وبالتالي استمرار الهيمنة الثانيين نرى كميات الأسلحة والذخيرة التي يتم استهلاكها على حساب الشعوب العربية وقدر الأثمان الباهظة التي يتم ذفحها من جيوب العالم العربي بدل أن تستغل في الاستثمار والإنشاء وبناء البنية التحتية للشعوب العربية تذهب من أجل أن يقتل المواطن العربي نحن نعتقد بأن بداية الربيع العربية وبداية الحراك كان هناك مصداقية لأنه كانت في العفوية وكانت هناك شعوب مكبوتة عبر عشرات السنوات من أنظمة السياسية يعني أنت لما تجد بعض الأنظمة السياسية الجمهورية تجد بأنه رئيس الجمهورية إليه 30 و40 سنة هذا ملك مبراطور وبالتالي وكل مرة بيجيب تسعة وتسعين وتسعة بالعشرة بالانتخابات وبالتالي هذا يعطيك أنه مؤشر على مدى الهيمن وبعد عن الديمقراطية في الوطن العربي نحن نعتقد بأنه المكيال والمصالح يعني أنت شوف الآن أنا بدنا أعطيك بقضية ليبيا شوف نتيجة المصالح وقربها من الدول الأوروبية كيف تعامل العالم الغربي والأمريكان والإيطاليين والفرنسيين في قضية ليبيا ومحاولة إنهاء النظام السياسي بأسرع وقت بليبيا لأنه قربها من أوروبا وقافوا أنه يستطيع عملية انتشار فكان فيه هناك تحرك سريع بينما أنت شوف الآن اللي بصيره في اليمن وين إرادة المجتمع الدولي لإنهاء الأزمة وين إرادة المجتمع الدولي بما يحدث بالسوريا من يدعم أنت بتقول أنه عند الآن تطارد وتقاتل وراء التنظيمات الجهادية اللي هي داعش والنصر والخلافة من يدعمها أولاء الأشخاص من أين يأتي بالمال من أصحاب الله وبالتالي يعشوك بأكذوبة من أجل أن يخلقوا لحالهم مبررات أمام شعوبهم أنت يعني الآن هل تختنع بأن داعش مسيطرة على ثلاث ترباع العراق فبالتالي لا يوجد عندها قدرات ولا يوجد ولكن هما بدهم دائما يعطوا مبررات للشارع الأوروبي أو الأمريكي من أجل البقاء في المنطقة ووضع اليد عليها وتصفية العرب حتى عمرها تحولها إلى دولات ضعيفة لخدمة الكيان الصهيوني وقضايا الصهيونية دون أي مبالاة بقضية حقوق الإنسان أو حماية الإنسان في العالم العربي الآن كل ما يجري في سوريا أو خلافه ماذا قدم مجلس الأمن أو ماذا قدمت الأمم المتحدة لسوريا ماذا يقدم المجتمع الدولي للأردن اللي قاعد بيستوعب الملايين من اللاجئين هما بحاولوا الدول اللي عندها قدرة أن تحافظوا على نوع من التماسك بحاولوا إباتتها اقتصادياً واللي بدهم يهلكوها وضحها الاقتصادي بحاولوا أنه يخلقوا بيها الفتن كي لا يستقر النظام السياسي عندهم حتى ما يقوى وبالتالي توقع السيطرة الصهيونية أمريكية نعم تحدثنا عن ظروف المنطقة تحدثنا عن الربيع العربي في ظل أجواء الربيع العربي هل كان دور منظمات حقوق الإنسان قد أزهر أم جف برأيك نحن المشكلة في العالم العربي لا يوجد لا تقبل الآخر ويؤسفنا أنه المسؤولين في الدول العربية ما بتقبلوا رأي مؤسسات المجتمع المدني رغم أنه رأي مجتمعات المجتمع المدني هم قريبين جداً من الناس ومن الشارع وخصوصاً الناس النشيطة اللي ما إلها أجندات خاصة وما عندها برامج أنا أعتقد بأنه الآن إذا لم يعود المسؤولين العرب والقيادات العربية يعودوا ويجلسوا مع أنفسهم يعني يتقبلوا مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والنشيطة لأنه تعرف أنت معظم البرلمانات في الدول العربية هي عبارة عن ديكور ليس إلا وهي جزء من السلطة التنفيذية وبدل أن تكون تلك البرلمانات في الدول العربية سيف للدفاع عن المواطن العربي هي سيف على رقبة هل تدعم هذه البرلمانات حقوق الإنسان؟ هل تدعم هذه البرلمانات حقوق الإنسان؟ أنا أعتقد الآن رئيس لجنة حقوق الإنسان في البرلمان الأردني جنرال متقاعد من الأمن أنا أتمنى الآن أن تفتح أنت ملفه قل له شو عندك قضايا من القضايا السخنة اللي في الشارع الأردني قتل عندنا طفل قبل أسبوع بأطلاق عيار ناري وقتل من بلدتي في ديارة بسعيد وتبنى مواطن بدم بارد وطلع بيان بأنه من أصحاب الصوابق وهو محصل جندي بالقوات المسلحة لا يوجد عليه أي قيد أو أي تهمة ماذا فعل البرلمان الأردني في دولة محترمة تحترم حقوق الإنسان؟ تسقط الحكومة في مثل هذه القضايا لذلك المواطن الأردني يقتل على أيدي الأجزة أنا أحكيه تعرف ما يجعلني أشعر أحيانا بالقرف حقيقة يعني في معظم الدول العربية نسمع به كثير لما تقرأ المواقع الإلكترونية بأنه هناك كلب ضال نهش طفل أو سيدة أو رجل تصور بأن الكلاب الضالة لا تحافظ يعني لا البلديات ولا أمانة عمان ولا الأجهزة الأمنية تقاوم أو تصف الكلاب الضالة الذي قاعد تشكل خطورة بينما قاعدين يقتلوا المواطنين بالألاف فبالتالي هناك حرص على حياة الكلب في بعض الدول العربية أكثر مما تحرص على الإنسان كيف أنت يعني بيجيك بمجرد أنه بكل بساطة وبكل سولة تحمل سلاح وتقتل مواطن أنظر كيف يقتل الآلاف بالعراق يوميا في سوريا في ليبيا في معظم الدول قتل يعني بدون أي رادع نتيجة كلياتها ونتيجة أطماع بعيدة كل البعد عن مصلحة تلك الشعوب الخيار للشعوب أنا أؤمن بأن الخيار للشعوب يجب أن تؤمن بأن الخيار للشعوب هي الصناديق بغض النظر من رأس دولة حتى البرلمانات لم يعد هناك دكتاتوريات أو ممالك أن تعكم نحن لا نعيش بمزارع الأشخاص الآن يجب أن ما يحكمها هي الصناديق هي التي يجب أن تفرز الحكومات وهي التي يجب أن تفرز البرلمانات ولكن ليس بالطريقة المتبعة بالدول العربية أنه يعني يكون الواحد عارف حاله نايم قبل ما يطلع للانتخابات نتيجة التدخل بالإرادة بأسلوب أو بآخر بإرادة الناخب أو خلق قوانين بالمحصلة تخلق نواب ضعفاء نواب عشائر تخلق تمزق بالنسيج الوطني كما يحدث في قانون الانتخابات الأردنية فبالتالي كيف نتحدث عن إصلاح ونحن لا نقدم يعني قوانين ناظمة وحقيقية من أجل عملية يعني في ظل المعطيات التي تحدثت عنها أستاذ عبد الكريم هل مشهد حقوق الإنسان قاتم في المنطقة العربية يا سيدي يعني الصورة زي ما بيحكوا هي اللي تتكلم أنت لما بتشوف يعني بسوريا تتحدث عن حوالة ثمانية مليون اللاجئ أو نازح داخلي تتحدث عن مئات الآلاف اختفاء هذا الدليل يعني نعم تتحدث عن ثلاثة أربع خمس ملايين لجوء خارج بالعراق نفس العملية في اليمن نفس العملية في الماء في الجزائر يعني بمورتاني في بعض الدول يذبح المسلمين والعرب ذبح في بعض الدول لا تستطيع أن تتحدث يعني أنت تعلم دكتور أردني في أحد الدول العربية مدرس وشوف انتبه هنا الحرية وانا الدموقراطية دكتور يسأل طالب ما رأيه في الجهاد يجاوب هو في موجب تخصصه يجاوب في موجب التخصص في تعريف الجهاد تم سجنه حكم لمدة سنة بقية بالسجن سنتين هذا أصدر عبد الكريم يقودنا إلى سؤال حول دور الإعلام العربي دور الإعلام الأردني هل ترى في مثل هذه القضايا وقضايا حقوق الإنسان يعمل بشكل مهني أن يتحيز في جانب معين يا سيدي أنا أعتقد أنه الإعلام العربي هزيل وبعتقد أنه الإعلام العربي هو صاحب مصلحة وأصبح يمارس بين محصل الأخيرة الإبتزاز كل الإعلام العربي أتحدث عن الجميع بالمطلق ولكن الغالبية لأنه الآن أعطيك يعني أنا أريد أن أعطيك الآن في كثير من القضايا التي تتهم المواطن أن نرسلها لكثير من المواقع الأكترونية أو بعض وسائل الإعلام لا يتم نشرها بعد يومين تلاقي زعل من الوزير يتصل بك يقول لك بالله أعطيني الخبر الفلاني أو يتصل مع جهة معين أعطيني إعلان ولا يستلمك نحن نتمنى أن الإعلام العربي أن ينشر القضايا التي يتعرف بها المواطن العربي للإنتهاك في كثير من القضايا نكتبها ونرسلها للإعلام وليتم نشرها وليتم الحديث تقراؤك لحقوق الإنسان من هنا لعشر سنوات قادمة هل الصورة مضيئة أم قاتمة هل تؤمن بنظرية المؤامرة أنا أعتقد أنه حقوق الإنسان في الوطن العربي باستمرار بيتراجع والدليل على ذلك كما يخرج بكل فترة من قوانين بدل أن تكون تعزز مسيرة الإصلاح وتعزز حقوق الإنسان نجد القوانين بالعكس قاعدة تضيق الخناق على حقوق الإنسان أعتقد أنه نتيجة ارتفاع الأسعار والغلاء وعدم يعني تحسن والتضخم البصير وعدم تحسن ما تقول للأفراد أنا أعتقد بأنه مستقبل واقع حقوق الإنسان إذا مبادقيات الدول العربية بهذه الألية أنا أعتقد أنه رح يزداد سوء أكثر من سوء أنا بالنسبة لنظرية المؤامرة صدقني بأن كل من يقول كلمة حق هو مكان مؤامر واختيال للشخصية وذراع الدولة وذراع جزتها وذراع المنافقين والوصوليين من المختلف طويلة هناك بسهولة اغتيال للشخصية النشطاء نعم الأستاذ عبد الكريم الشريدي في نهاية هذه الحلقة أشكرك جزيلا شكر العفو شكرا إليك ونتمنى أنه تستضيفنا بالمستقبل وتكون الصورة أفضل مما هي عليه هذا ما نأمل الآن وهي دعوة برضو للقيادات العربية أن نذكرهم بما قال عمر بن الخطاب متى استعبدت من ناسا وقد ولدتهم أمات محرارة وليكن لهم ما جرى في بعض الدول العربية عبرة من أجل أن يحققوا ويحرصوا على كرامتي وحقوق الإنسان وأنا شكر ومتن لهذا اللقاء الطيب شكرا جزيلا وأنتم مشاهدين الكرام نشكركم جزيلا الشكر على حسن متابعتكم والموعد يتجدد في حلقة جديدة من العاصمة الأردنية إلى اللقاء شكرا جزيلا اشتركوا في القناة